هذا سائل يقول متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم عن ركعتين كما في حديث أبي هريرا في قصة ذي اليدين ثم بعد أن سلم ونبه وجاء بهما سجد للسهو بعد السلام وثبت عنه حديث عبد الله بن ابو حينة أنه قام عن التشهد الأول من الركعتين ولم يجلس التشهد فسجد للسهو قبل السلام مما جعل بعض أهل العلم يرى أن سجود السهو إذا كان لزيادة فيكون بعد السلام وإن كان لنقص فإنه يكون قبل السلام والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن سجوده كله قبل السلام أن سجوده للسهو كله قبل السلام إلا في صورتين الصورة الأولى إذا سلم عن نقص ثم أتى بما نقص كما في قصة ذي اليدين أو بنى على غالب ظنه أو بنى على غالب ظنه فإنه حينئذ يسجد للسهو بعد السلام وعلى كل حال الخلاف في الأفضل وإلا فلو سجد جميع سجود السهو بجميع صوره قبل السلام صح وأجزاء شكرا للمشاهدة